أمس مرور الذكرى الخمسين بالضبط لاغتيال كريم بالقاسم رحمه الله كريم بالقاسم أحد أحرار البلاد من مواليد دائرة ترع الميزان في 1922 14 ديسمبر إذا كان ذكرتي جيدة 1922 وأحد الذين انخرطوا في النضال وفي الحركة الوطنية في حزب الشعب وهو لم يبلغ 14 سنة 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 وربعين عفوا ولم يبلغ 24 سنة 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 وربعين ستة وربعين كان في حزب الشعب حتى قبلها كان بدأ في نوع من الغضب بتاع الشباب وهو يرى الاستعمار جاثم على صدور الجزائريين وابتداء من 47 سعد للجبل سعد لجبال منقطة القبال وبدأ في التحضير للثورة اللي كان يامن بها في حين كانوا كثير من الجزائريين يائسوا مثل ما يائس اليوم بعض الجزائريين في حين كانوا كثير من الجزائريين بل أن فرحات عباس رحمه الله على كل حال كان يقول من أنه استنطق القبور واستنطق الجبال واستنطق ولم يجد شيء اسم الجزائر لكن كريم بالقسم كان من الذين يؤمنون بأن الجزائر ستعود وأن عودتها ستعود بالبارود لأن هذا الاستعمار لا يفهم إلا البارود خاصة بعد مشاهد قتل آلاف الجزائريين آلاف في خراطة وفي قلمة وفي سطيف وفي سكيكدا وفي كل المنطقة هناك فكان ثائر ومسلح من سبب من 1947 وفي بداية الخمسينات كان بدأ كريم بالقاسم وإخوانه خاصة قدماء لوس المنظمة السرية أمثال بومدين أب بن بلا وابو ظياف ومصطفى بن بلعيد والعربي بن مهيدي وزيغوت يوسف بدأ الحديث على تنظيم الثورة المسلحة وبالفعل كان أحد التسعة ثلاثة في الخارج هم أيت حمد وبن بلا وخيذر رحمه الله جميعا وستة في الداخل وكان كريم بالقاسم أحدهم بالرغم أنه كان يصعب عليه حضور كل الاجتماعات إلا أنه كان دائما في اتصالات مع الخمسة الآخرين وبالفعل كان من الأوائل وكان هو الذي قاد العمل المسلح أساسا في الأيام الأولى في منطقة القمعي بدون الرجوع إلى تاريخه لأنه تاريخ طويل لهذا الرجل إلا أنه كان هناك خلافات وقعت في الثورة وامتدت هذه الخلافات إلى ما بعد بعد 62 حينما هاجمت جماعة وجدة الجزائر واحتلتها بجيش الحدود واحتل العاصمة وأسقط الحكومة المؤقتة كان يقودها بيوسف بن خدى رحمه الله وأسقط المؤسسات الثورة كان كريم بالقاسم معترض على هذا ومعارض على هذا وبالتالي كان من المعارضين الأوائل للنظام اللي فرض نفسه في 62 وأصبح في خصومة مع بن بلى وأبو مديان ومن معهم ولم يكن وحيدا فقر أبو ظياف أيضا أحد التسعة وأيت أحمد أيضا أحد التسعة كانوا كلهم ضد خطف ثمار الثورة خطف الاستقلال خطف الحكم من أيدي الشعب الجزائري والتنصيب جماعة وجدة لنفسها حاكمة في البلاد فر فيما بعد من الجزائر وفي 18 أكتوبر 1970 مثل أمس قبل خمسين عام لاحقته المخابرات كانت تسمى السيكريتي ميليتار يومها خابرات العسكرية وخنقته في ألمانيا في فرنكفورت معلومات الآن تقول أنهم كانوا ثلاثة أشخاص الأرجح منهم امرأة ورجلين وقد خنقوه في إحدى في إحدى فنادق فرنكفورت بألمانيا قيل لي أنا لم أشاهده لكن قرأت على السريع أو شفت على السريع من أن قناة الجزيرة قد قدمت أمس برنامج عن عن مرحوم بإذن الله كريم بالقاسم وجات حتى قيل بأن بعض المعلومات عن هو عن عملية الاغتيال هذه واحدة من اغتيالات السياسية الشهيرة في البلاد لكنها لم تكن وحيدة فقبله سبق اغتيال محمد خيضر في 3-4 جنفي 1966 بمدريد وأيضا حدث اغتيالات أخرى لعل قريبا ليست ببعيد جدا كان هناك اغتيال المناظل والمحامي علي نسيت الاسم كامل لأنه كان مناظل معايا تحمد أنا تذكروا كان اغتياله في 1988 بباريس وأيضا بعد ذلك كان هناك اغتيال لإمام عبدالقادر صحراوي إذا كان ذكرته جيدا لا مش عبدالقادر صحراوي إمام آخر قتل في 1994 في باريس وعلى الأرجح كان اغتيال من طرف المخابرات الجزائرية كانت هناك اغتيالات مجموعة اغتيالات في الداخل بطبيعة الحال اغتيالات بلا حدود لكن حتى في الخارج لاحقوهم واغتيل بعض كبار المناظلين أي أن من تسعة لهم نقدرون نعتبرهم أباء الثورة الجزائرية اثنين تم اغتيالهم في الخارج هم محمد خيدر وكريم بالقاسم للأسف أيضا هذه تقال أن كريم بالقاسم كان تورط أيضا هو في اغتيال سياسي شهير وهو عبر رمضان في المغرب في عام 57 مع الباءات كانوا يعرفون بالباءات الثلاثة وهم بوصوف وبن طوبال وبالقاسم الباءات الثلاثة ولتروابي كما يعرفون أيضا الباءات الثلاثة تورطوا في اغتيال أحد رجال الثورة الجزائرية أحد عظماء الثورة الجزائرية وهو عبد الرمضان عبد الرمضان الخصومة الرئيسية التي كانت بينه بين الباءات الثلاثة الخصومة الرئيسية هناك خصومات أخرى لكن الرئيسية كانت قضية سيطرة المدني على العسكري لم يكن يؤمن عبد الرمضان بحكم العسكريين وسيطرة العسكريين وكان يريد منذ البداية أن تكون الثورة صحيح يخودها جيش التحرير الوطني في مواجهة الاستعمار والاستدمار بالسلاح وتقودها جبه التحرير الوطني بالسياسة لما كان جبه التحرير حقيقة قبل أن تتحول إلى جبه التخرين فكان من أسباب اغتياله هو هذا ولذلك الجزائرين اليوم من شعاراتهم عبد الرمضان خلوصية لوصية عبد الرمضان هي الدولة المدنية هو حكم المدني وهو أن يكون العسكر في الثكنات للدفاع عن البلاد وعن حدود البلاد وعن المصالح الكبرى للبلاد في إطار الخارج وليس أن يستخدم الجيش كبوليس سياسي في أيدي كبار جنرالات من أجل الحكم القهري القمعي الاستبداتي رحم الله كل من قتل مظلوما في البلاد ولكن هذه القضية وقضايا الاغتيالات السياسية يجب أن تعلمنا دروس وعبر حقيقية فيما هو قادم حينما تقوم دولة مدنية بإذن الله